إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم السلام عليكم أخوات الكائمات مرحبا بكم في فيديو جديد اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اليوم أخواتي جبت لكم وحد فيديو جديد اليوم أخواتي جبت لكم فيديو جديد لطلبوني علي بعض الأخوات اللي هو إنبات الشعر يعني اللي عندها فراغات في الشعر يعني هالوصفة هذه هي جد فعالة وجد مضمونة مئة في المئة ومجعبة يعني جعبوها الناس وشكروها عادة حقتها لكم في الفيديو هذا كيفما تشوفوا قدامكم أخواتي الكائمات عندنا هنا جديد المكونات عندنا هنا الروز إما عادي وإما قلاس سبحة هذا وهذا حسنوج حبة السوداء عندنا هنا لحبة السوداء تنوضع الجوج دي المكونات في وحد الإناء هكذا وتنزيد عليهم من ريوت هذه يعني مع وفا هذه يعني هاد القضاء هذا وتنزيدوا كذلك أوعاق الغار أصاد سيدنا موسا يعني هاد القضاء هذا وتنزيدوا بعض أوعاق الكاليبتوس يعني إلا عندكم يعني بزاف هنزيدوا واحد شوية مهمة هاد شي هو أنا اللي توجد عندي أوعاق الكاليبتوس وتنزيدوا عليه بعد واحد العود يعني الأعواد ديال القوانفل هاد الكمياء هادي عود القوانفل وتنزيدوا عليها ملعقة من الزعتة يعني هادك اللي تنعموا به القهوة أخواتي الكائمات هاد المواد فهما يعني تتقصح لك الزغبة ديال الشعاء ديالك يعني إلا كانت خفيفة وفي ساعة تتطيح يعني هاد المواد هادو يعني تتقصح لك الزغبة وما تيطيحش يعني هاد الوصفة هاد فهي مجابة أخواتي صدقوني فهي إلا إلا استعملتوها يعني ما تتستغنى وشعلها يعني تنستعملوها ثلاثة ضلمات في الأسبوع طيقة ديال الاستعمال تنعموا هاد الكاسعونة بالماء يعني تنضيوه فيها الماء وتنطبخوه يعني تتسيطيب هادك المواد على ناء مهيلة يعني تتسيطيب وتنضيوه في واحد البخاخ يعني بخاخ بحال هذا بخاخ وفاشنوضعوه في هاد البخاخ هادا قلنا تنستعملوه ثلاث ماءات في الأسبوع يعني باش تعطيك نتيجة هائلة غادي نوضعو فوقنا ونرجع لكم أخواتي هانتم أخواتي مشيت تطيب هاد المواد هادو يعني تطابو على ناء مهيلة وتتغطيوه فاش هتكونو تتطبخو هاد المواد هادو يعني تتغطيوه باش ما يطعش هاداك يعني ذاك الزيوت طيعة باش ما يمشيوش ليه دوك المنافع ديال هاد المكونات وتنصفيوه بهاد اسميتو هاد المصفات هاده تتيبقالينا غالمة تتيبقالينا غالمة وهدوك الحاشائش يعني تنلوحوهم وتنضيوه في هاد البخاخ هادا وتنستعمله لمدة أسبوع يعني ثلاث مرات في الأسبوع يعني ثلاثة دمارات في الأسبوع وصدقوني أخواتي أغري تلقوا عليه نتيجة وتيمنع التساقط ديال الشعر وهكذا نكون انهيت الفيديو ديال اليوم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ترجمة نانسي قنقر